تتواصل الجهود المصرية المبدولة في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البرية حيث تشهد محافظة شمال سيناء استفافة العديد من الشاحنات بمدينة العريش ومعبر رفح البرية كما يواصل المعبر فتح أبوابه أمام استقبال الجرحة والمصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية المزيد حول حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدي لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة كما تحدثنا أنه في هذه الأيام تحديدا الجهود المصرية مضاعفة في تجهيز هذه المساعدات ولعل النقطة التي نتواجد بها الآن هي خير دليل عن هذه الجهود المضاعفة من قبل السلطات المصرية هذه ساحة جديدة ونقطة جديدة في مدينة العريش انضم إليها أسطول ضخم من شاحنات المساعدات الإنسانية المختلفة والمواد الإغاثية هذه الساحة لم يكن بها شاحنات خلال الفترة الماضية ولكن نظرا لكثرة الشاحنات وإرسال القوافل الإنسانية المختلفة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الدعم للأشقاء الفلسطينيين جاءت هذه الشاحنات ومن كثرة المناطق والساحات التي تمتلئ بها هذه الشاحنات انضم هذه الشاحنات إلى هذه النقطة تحديدا إذن مجهودات مصرية كبيرة تتم في مدينة العريش ومعبر رفح البرية الذي لازال يفتح أبوابه حتى في أيام الإجازات الرسمية اليوم معبر رفح يعمل بشكل كامل يستقبل الجرحة والمصابين ويدخل من خلاله أيضا شاحنات الوقود فإذن مجهودات مصرية مستمرة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة هذه هي الصورة والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى